بسم الله الرحمن الرحيم دائماً في إطار دراسة الوحدة الخاصة باستعمال مواد العضوية وغير العضوية وهو وحدة خاصة بمسلك العلوم الفيزيائية في الفقرة الثانية ديالها نتكلم على بعض المظاهر ديال تلوث الأوساط البيئية أول مظهر من مظاهر تلوث الأوساط البيئية نتكلم عليه هو ظاهرة الاحتباس الحراري لن تكلم على ظاهرة الاحتباس أو الانحباس الحراري لن ترى موكليماتيك سنعرفوا شنو هي المفهوم ديال هاد الظاهرة لأنها تكون موضوع ديال بعد التمارين أول شي سنعرفوا لظاهرة الاحتباس الحراري هو أنها ظاهرة طبيعية يعني أنها موجودة أصلاً في الطبيعي ويهي مهمة جداً لضمان الحياة على سطح الكرة الأرضية لماذا؟ لأن هذه الظاهرة للاحتباس الحراري هي اللي كتمكن الأرض أنها تحافظ على واحد درجة حرارة متوسطة في تقريباً 15 ديجري سيليسيس وهالدرجة الحراري اللي كتكون ملائمة لنمو وتطور كائنات الحياة الحيوانية والنباتية كيفاش كتوقع هذه الظاهرة الاحتباس الحراري طبيعياً؟ وشنو الإشكال اللي كتطرح لنا هذه الظاهرة هذه؟ أولاً نشوفوا كيفاش كتوقع هذه الظاهرة هذه بشكل طبيعي نحن لدينا السطح الكرة الأرضية نحن نضع بها واحد طبقة الغلاف الجوي الكرة الأرضية بطبيعة الحال لا يوجد مصدر الحرارة من غير الأشياء الشمس لدينا أشياء الشمس التي تكون مصدر الإضاءة والحرارة بالنسبة للأرض لذلك الإشعاعات التي تنبعت من الشمس فكتوصل إلى الأرض جزء من هذه الإشعاعات هذه فهي ما كتوصلش إلى السطح هذه الأرض لأن الغلاف الجوي كيقوم بعكسها نحو الفضاء والأشعة فوق البنفسجية اللي هي أصلاً مضيرة بالكائنات الحية الحيوانية والنباتية بالتالي فالغلاف الجوي كيقسها نحو الفضاء ما كيخلاش تختارقه باقي الأشعة فهي كتختارق الغلاف الجوي وكتوصل إلى السطح هذه الأرض مني كتوصل هذه الأشعة هذه للسطح هذه الأرض جزء منها كيتم امتصاصه من طرف الأرض ومن بعد ما كتمتصه الأرض كتعود تقوم بعكسه نحو الفضاء يعني كتعود تأكس لنا هذه الأشعة نحو الفضاء اللي كيوقع هو أن هذه الأشعة لأكستها الأرض نحو الفضاء لو هي مشات وتبددت في الفضاء يعني ضاعت في الفضاء فالأرض ما تكون حتى فضت بتشي جزء من هذه الأشعة وبالتالي ما تكونش عندها واحد مصدر ديال الحرارة ودرجة الحرارة ديالأرض غتكون منخافضة بزاف غتوصلت قريباً لناقص 18 ديقري سيليسيس هي درجة حرارة لما كتسمحش بنمول كائنات الحية الحيوانية والنباتية غالبتها ما تقدرش تحمل هذه الدرجة الحرارة لذلك اللي كيوقع هو أن هذه الأشعة اللي كتعكسها الأرض فمشي كلها كتضيع في الفضاء لماذا؟ لأن طبقات ديالغيلة في الجوي كان عدنا واحد نوع من الغازات كيتسمو الغازات الدافئة كان عدنا حد طبقة ديالغازات كيتسمو غازات دافئة لذلك زي فيدسير غازات دافئة واللي من أهمها كان عدنا الغاز ديال السي او دو تونها مكسيد الكربون كان عدنا غاز ديال الميتان السي ااش كاتر وغيرها من الغازات لكن هدو كيبقاهم المهمين والغازات الدافئة عموما كان مقيسوهم بأنديس دو السي او دو دونك السي او دو كيكون هو أهم واحد فيهم دونك هاد طبقة ديالغازات الدافئة شنو كتدير فهي جزء بطبيعة الحال من هذه الاشاعات فهو غيضيع بطبيعة الحال غيمشي غيختار غلاف الجوي وغيضيع في الفضاء لكن جزء آخر من هاد الأشياء هادي فهي غيتم امتصاصها من طرف هذه الغازات الدافئة دونك هذه الغازات الدافئة غتمتص جزء من ذيك الأشياء تحت الحمراء وغيتعود تآكس هاد الأشياء ه steal ادى نحو السطح ذي الارض دونك فالغازات الدافئة كتمتص جزء من الاشعاء تحت الحمراء وكتقوم بعكسها نحوgruppe نحو الござ دونك هاد الجزء دقيоворدي الآشياء تحت الحمراء اللي كتمتصها الغازات الدافئة وكتعود تاكسها هو اللي كتحتافظ به الارض وبالتالي هو اللي كيمنح هادى الحرارة المعتادلة ديالها اللي كتقارب المعدلة ديالها 15 دق친 سيليوسيوس لذلك كنقوله لأن الظاهرة دي الاحتباس الحراري هي ظاهرة طبيعية وضرورية لعيش دي الكائنات الحية لأنه لو ما كانوش هاد الغازات الدفيئة كانت الأرض غتفقد الحرارة اللي كتجيها من الشمس كاملة وبالتالي درجة الحرارة ديالها غتكون منخفضة بزاف لكن بفضل هاد الغازات الدفيئة اللي كتعكس لنا واحد جزء من الأشياء تحت الحمراء فهذا كيخلي الأرض تحترفض بواحد الكمية من الحرارة معتدلة كتسمح بعيش الكائنات الحية شنو دابا لإشكال إلا كانت الظاهرة طبيعية ومهمة لعيش الكائنات الحية دونك شنو المشكل الإشكال فهو جاء نتيجة للأنشيطة ديال الإنسان دونك الإنسان مع التورة الصناعية ومع اكتشاف البترول والمصادر ديال الطاقة الأحفورية اللي هما البترول والغاز الطبيعي والفحم دونك الإنسان ولك يتعمد على ديال المصادر ديال الطاقة بشكل كبير البترول والغاز الطبيعي والفحم الاعتماد على هالطاقة الاحفورية هذي فهو كينتجو عليه واحد كمية كبيرة من الغازات في المصانع في السيارات في مختلف الأنشطة الصناعية فكينتجو هاد الغازات هذي بشكل كبير ومن أهم هاد الغازات اللي كنتنتج الغاز ديال السي او دولي هو عبارة عن غاز دافي وبالتالي فاللي وقع هو أن هاد الظاهرة ديال الاحتباس الحراري فهي بسبب الأنشطة ديال الإنسان فيها تعرضت لتفاقم يعني زادت الحدة ديالها بواحد شكل كبير وبالتالي فاحنا غنشوفوا ده باشنه وقع ومن بعد التورة الصناعية وبعد التدخل ديال الإنسان فعدناكي مقنع الكرة الأرضية راعدنا الأشعة اللي كتجي من الشمس كي مقنع دائما جزء من هاد الأشعة عادي اللي هي الأشعة فوق البنفسجية كي اكسهر الغلاف الجوي ده وما كتوصلش للأرض الجزء الآخر فهو كيختار الغلاف الجوي وكيوصل للسطح ديال الأرض جزء منه كتمتصه الأرض وكتعود تأكسه بطبيعة الحل نحو الفضاء طيب اللي كان كيوقع قبل هو أنه جزء من ديك الأشعة اللي كتأكسها الأرض كيتبدد في الفضاء ولكن جزء منه كتمتصه هاد الغازات الدفيئة وكتعود تأكسه نحو السطح ديال الأرض باش الأرض تحافظ على الحرارة ديالها لكن المشكل اللي وقع هو أن بفعل الأنشطة الصناعية المكتفة ديالإنسان فولينا كان نجو واحد نسبة كبيرة من هاد الغازات الدفيئة وبالتالي النسبة ديالغازات الدفيئة في الغلاف الجوي فهي زادت بواحد شكل كبير ولكن لدينا نسبة كبيرة من هاد الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي دوق مني غتولي عندنا نسبة كبيرة من هاد الغازات الدفيئة طبيعة الحال بقي جزء من الأشعة غي تبدد في الفضاء ولكن مني ولات عندنا نسبة كبيرة من الغازات الدفيئة فهي غتولي تمتص كميات أكبر من الأشعة تحت الحمراء ومنه غتولي تمتص هالكميات بشكل أكبر غتولي تعكس لنا كمية أكبر من الأشعة تحت الحمراء نحو السقح ديالكورة الأرضية وبالتالي الأرض غتولي تحتافظ بواحد كميات أكبر ديال الحرارة وهذا هو الغي يؤدي إلى زيادة في درجات حرارة الأرض دونك درجة حرارة الأرض فهي غتزاد بفعل هذا الإشكال دونك المشكلة لي كاين بالنسبة لها الظاهرة هو التفاقم ديالها بفعل الأنشيطة ديال الإنسان الأنشيطة ديال الإنسان لي كتسبب في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة ومن نسبة ديال الغازات الدفيئة كترتافع كتولي تعطينا تعكس لنا وحد كمية كبيرة ديال الأشعة تحت الحمراء ومنك كمية الأشعة تحت الحمراء اللي كتتعكس كتولي مرتفعة فهذا يجعل أن الأرض تتعافظ بوحى الحرارة أكبر وبالتالي درجة الحرارة الأرض فهيا تتزاد وكتفوق ذلك المؤدل الطبيعي ذي لها وهذا يكون عنده تأثيرات كثيرة بزيفة على التوازنات الطبيعية دي الأوساط البيئية من بين ها التأثيرات هذه التأثيرات تتفع درجة الحرارة الأرض ذوق من بين ها التأثيرات هذه فمن يه درجة الحرارة الأرض تتافع نتيجة تفاقم ظاهر للإحتباس الحراري فهذا يقدر يدي إلى دوابان الجليد على مستوى القطبين لأنه طبعاً درجة الحرارة للأرض من يجد تزاد الجليد سيبدأ يدوب الإشكال دوابان الجليد للقطبين هو أن المياه الناتجة عن دوابان الجليد كتمشي نحو المحيطات ومن يتمشي نحو المحيطات فهذا يدي إلى ارتفاع منسوب مياه المحيطات لأن البحار المحيطات فهي المنسوب ديالها فهو كيرتفع ومن يكيرتفع المنسوب ديال المياه المحيطات فهذا يقدر يدي إلى نغيمر بعض المناطق بالماء وكان بعض الجزر اللي هما اختفوا كليين لأنه مولوا تحت سطح ديال الماء لأن المستوى ديال الماء بدك يطلع نتيجة لدوابان هذا الجليد كان عدنا كذلك إشكالات أخرى من بينها تقلبات على مستوى الفصول دونك الفصول ديال السنة فهما ما بقعوش من الضمين بسبب هذا التقلب وهذا الارتفاع ديال درجة الحرارة ديال الأرض فالفصول ديال السنة مبقاوش من الضمين ولا الفصول بطبيعة الحل مبقاش فيها تنظيم وهذا كيأثر بطبيعة الحل على النباتات خاصة في المجال الزراعي يعني اللي كيهمنا فالتقلب ديال الأجواء المناخية فهو كيخلي أن النمو ديال المزروعات كيولي بواحد الشكل اللي هو مختلف وضعيف المردودية بسبب هاد تقلبات هدي كينا عدنا كذلك رفع ديال درجة الحرارة ديال الأرض يقدر يدي إلى ارتفاع الحرارة ديال المياه درجة الحرارة ديال المياه المحيطات دوك ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات يعني أن الماء ديال المحيط كتولي درجة الحرارة دياله زيدة دوك مني كي ارتفع درجة الحرارة ديال المياه المحيطات المحيط هو وسط بيمتوازن كييشو فيه كائنات حية حيوانية ونباتية فوح التوازن المعين من درجة الحرارة دي المياه المحيط كتزاد فهذا كيدي إلى اختلال التوازن دي هذك الأوسط البيئية وقدر يدي إلى انقيراض مجموعة من الكائنات الحية زيادة لذلك فالمياه دي المحيطات كتتعتبر خزان دي السي او دو يعني من العناصر اللي كتسمح بيتخزين السي او دو اللي كي فيه في الهواء كتخزنه على شكل سي او دو مداب ومن درجة الحرارة دي المياه المحيط كتزاد كتمنقص القدرة ديالها لأنها تخزن هاد السي او دو وبالتالي نسبة السي او دو في الغلاف الجوي وفي الهواء كتزاد وهذا كي يعطي بطبيعة الحال اختلال في التوازنات البيئية كل هذا بسبب هالتفاقم دي الظاهرة الاحتباس الحراري المظهر التاني من مظاهر تلوث الأوسط البيئية اللي رانتكلموا لي هو ظاهرة التخاصب دو كذل 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 فيه كائنات حية حيوانية ونباتية فوح التوازن معين وهذا الوسط كيتطور بشكل طبيعي وكيتطور إيجابيا الإشكال اللي كيوقع هو أنه لكان هذا المصدر للمياه قريب من منطقة فلاحية وهذه المناطق الفلاحية كانت استعملوا فيهم بشكل كبير الأسميدة الكيميائية لغرض منها الرفع من المردود الزراعي هاد الأسميدة الكيميائية فهي كتكون عبارة عن مواد مادينية غنية بالنطارات وبالفوسفات هاد النطارات والفوسفات اللي هي مواد مادينية كتساعد في نمو زيادة المردود الزراعي هاد الاستعمال دي الأسميدة الكيميائية بواحد شكل مفرط طيعني كنستعملوا النسبة كبيرة دي الأسميدة الكيميائية كيقدر أن هاد المواد المادينية هاد تسرب إلى الوسط المائي دونك غيتتسرب لنا هاد النطارات وهاد الفوسفات والمواد المادينية إلى الوسط المائي دونك من غيتتسربوا هاد المواد المادينية إلى الوسط المائي شنو غيينتج عن ذلك؟ أن هاد الوسط المائي هاد غيولي في واحد نسبة كبيرة من المواد المادينية دونك هادا رقم واحد باش ناخدوا الترتيب دي المراحل شنو غيوقها؟ دونك هاد تسرب دي المواد المعدينية الى الوسط المائي غي ادي رقم جوج الى ارتفاع نسبة بطبيعتها المواد المعدينية في هذا الوسط دونك مني غتولي عندنا مواد معدينية كثيرة غي خسنا نتخلصوا منها غي خسنا نحولوها الى مواد عضوية دونك خسنا نحولوها الى التركيب الضوئي دونك وباش يتحولو هاد المواد المعدينية الى مواد عضوية وكناعرفو ان المواد المعدينية هي من المواد اللي كيحتاجوها النباتات باش يتكاتروا وباش يعرفو النمو ديالهم يعني وبالتالي منك ترتفع نسبة المواد المعدينية فهذا كيحفز التكاتر ديال ديال النباتات خاصة النباتات اللي كتقدر تتكاتر مشكل سريع بحل الطحالي وبالتالي فهذا الارتفاع دي نسبة المواد المعدينية في الماء كينتج عليه في مرحلة ثالثة واحد تكاتر مفرط ديال النباتات خاصة الطحالب على مستوى السطح ديال الماء دونك هذي عبارة عن طحالب اللي تكاترت بشكل كبير على مستوى السطح ديال الماء واللي ادى التكاتر ديال هو ان هذ الماء هذو الغني بالمواد المعدينية اللي كيوقع من بعد هو ان تكاتر ديال هالطحالب السطح فهو كيولي يحجب الاشياء ديال الشمس دونك اشياء الشمس ما كتبقاش توصل مشكل كبير الى العمق كتقدر توصل بطبيعة الحلوة لكن الى عمق اللي هو ضعيف ما كتبقاش تقدر توصل الى العمق ديال هذي المياه دونك اشياءات الشمس ما كتبقاش توصل الى العمق ديال المياه ومن بطبيعة الحل اشياء ديال الشمس ما غتبقاش توصل الى العمق فما غتبقاش دغلين الظاهرة ديال التركيب الضوئي لان ظاهرة التركيب الضوئي اللي كيقوموا بها النباتات كتحتاج لهذا الطاقة الضوئية اللي كيخدوها من اشياءات الشمس وبالتالي فرقم 4 يعني حجب أشياء الشمس غير تسبب في توقف ظاهرة تركيب الضوئي توقف التركيب الضوئي بطبيعة الحال هنا كنتكلموا على توقف التركيب الضوئي في العمق في السطح بطبيعة الحال رباقي هالطحالب غير يديروا التركيب الضوئي لكن في العمق دي المياه ما غير تبقى توصل إلى أشياء دي الشمس وبالتالي تركيب الضوئي غير توقف وحنا كنعرفوا أن من نواتيج ديال التركيب الضوئي كان عدنا الأكسيجان يعني التركيب الضوئي كنستعملوا في المواد المعدنية CO2 وأشعة الشمس باش نتجو مواد عضوية وكذلك باش يتم طرح الأكسيجان ذوك بالتالي فمنك يتوقف تركيب الضوئي فهذا يعني أن تركيز ديال الأكسيجان في هذا الوسط المائي ما غير يبقاش يتزاد ومع وجود كائنات حية كتستهلك الأكسيجان فيعني أن تركيز الأكسيجان غير يبدأ ينخافض بشكل كبير منذ جراء الاستهلاك دياله من طرف الكائنات الحية وغير لي هذا الوسط هذا كيفتاقر الأكسيجان يعني غير ينتقل إلى وسط لا هوائي ما غير يبقاش غير لي يفتاقر لي الأكسيجان ومع افتقار الأكسيجان هذا غير يدي إلى الموت ديال واحدة عدد كبير من الكائنات الحية دونك تحول الوسط إلى وسط لا هوائي غير يدي إلى موت واحدة عدد كبير من الكائنات الحية اللي هي ما تقدرش تعيش بلا أكسيجان وكذلك تحول هذا الوسط لوسط لا هوائي غير يدي إلى تكاتر ديال مجموعة من البكتيريات اللي هي بكتيريات لا هوائية وهذا البكتيريات لا هوائية كتبدأ تدير ظاهرة التخمر وهالتخمر هذا ديالها كيقدروا ينتجع لي بعض الغازات السامة اللي كتزيد في تفاقم اختلال توازن طبيعي وكتزيد تقتل واحد عدد كبير ديال الكائنات الحية دونك هذا هو المفهوم الإجمالي لظاهرة التخاصل دونك الاستعمال المفرط ديال الأسميدة الكيميائية في المجال الفلاحي كيقدر يدي إلى تسرب هاد المواد المادينية إلى الأوسط المائية مني كيولي الوسط المائي غاني بالمواد المادينية بشكل كبير هذا كيحفز تكاتر ديال الكائنات الحية خاصة الطحالب اللي كتكاتر على السطح ديال الأوسط المائية مني كيكون هاد تكاتر السرية ديال الطحالب على مستوى السطح الأوسط المائية هذا كيدي إلى حجب الأشياء ديال الشمس مني ما كتبقىش توصل أشعة الشمس إلى العمق هذا كيؤدي إلى توقف تركيب الضوئي على مستوى العمق مني كيتوقف تركيب الضوئي على مستوى العمق هذا غيؤدي إلى انخفاض تركيز دي الأكسجين المداب في الماء حتى غيؤولي الوسط كيف تقر الأكسجين غيؤولي وسط لاهوائي وهذا غي تسبب في موت عدد كبير من الكائنات الحية وكذلك تحول الوسط لاهوائي غي حفز تكاتور دي البكتيريات اللاهوائية اللي كتدير التخمع واللي كتنتج لنا مواد سامة كتزيد الضهور لنا هذا الوسط البيئي ومن بين المؤشرات اللي كنعتمدوا على هالظاهرة ديال تخاصة وبكين عدنا كنقدروا نقوم بقياس النسبة ديال اليخضور بطبيعة الحال اليخضور هو واحد الصبغة كتكون في النباتات اليخضورية هي اللي كتمكنها من الاستغلال ديال الأشعاء ديال الشمس ديال الطاقة الضوئية كين عدنا كذلك شفافية الماء شفافية الماء دوك ممكن أننا نعتمدوا هاد المعايير هادو حتى التركيز ديال الأكسيجين تهوي اللي كناك ينخفض دوك غي هادو غي باش نفهموا الخواص ديالهم دوك بالنسبة اللي يخضور مثلا ممكن أن القياس ديال اليخضور يدلنا على بعض المؤشرات اللي كتدل على الظاهرة ديال التخاصب يعني مثلا نسبة ليخضور في العمق فهي إلا كان الواسطة بطبيعة الحل كيعرف هاد تفاقن ديال الظاهرة التخاصب فنسبة ديال اليخضور في العمق غتكون قليلة علاش لأنه غي يكون عندنا تكاتور مفرط ديال التحالب على مستوى السطح دوك للقينا أنه نسبة ليخضور كتيرا في السطح ديال الماء فهذا يعني كيدل على ذك التكاتور الكبير ديال التحالب على مستوى السطح ولالقينا نسبة ليخضور ضعيفة في العمق ديال المياه فهذا كيدل على موت الكائنات الحية اليخضورية النباتات اليخضورية بسبب توقف ظاهرة التركيب الضوئي المسألة ديال شفافية الماء احتهية فالشفافية ديال الماء كتنقص جراء أن هاد تكاتور المفرط ديال التحالب ما كيبقاش يسمح بمرور الأشعة ديال الشمس نحو العمق ديال المياه وبالتالي هاد الوسط كيولي مظلم لأنه كتقص توصلوا أشعة الشمس وبالتالي شفافية الماء فهي كتنخافض بسبب طبيعة الحل هاد الحجب ديال أشعة الشمس نحو العمق المظاهر الثالث من مظاهر تلوط الأوساط البيئية اللي غنتكلمه اللي هو ثقب الأوزون الثقب الأوزون ذوك الأوزون هي واحد طبقة اللي كان في الغلاف الجوي هاد طبقة اللي كان في الغلاف الجوي فهي بسبب كذلك الأنشيطة الصناعية ديال الإنسان فهي تأثرت وهاد تأثير أدى إلى انخفاض السمك ديال هاد الطبقة لذلك نتكلم على ثقب الأوزون يمكنني كنتطيع إلى ثقب الأوزون هو ماشي ثقب على مستوى الطبقة ديال الأوزون ولكنه فقط انخفاض في سمك هذه الطبقة يعني لدينا السمك العادي دي طبقة الأوزون مثلا هو هذا ففي بعض المناطق كنلاحظوا أن السمك دي طبقة الأوزون فهو كيولي منخافض فهذه المنطقة هذه اللي سمك طبقة الأوزون فيها منخافض هو فين كنت تكلمه على ثقب الأوزون دونك ثقب الأوزون ماشي هو ثقب على مستوى الطبقة ولكنه انخفاض في سمك طبقة الأوزون لماذا هالطبقة ديال الأوزون خفض السنك ديالها؟ لذلك يمكنك أن نمشع هذا الأوزون الثاني الذي كان هنا فتم تدمير هذا الأوزون الثاني وهو السيغة دياله لذلك تم تدمير هذا الأوزون بفعل غازات نتجان الأنشيطة الصينائية للإنسان غالبية الغازات التي تساهم في تدمير طبقة الأوزون نجمعها في واحد الصين موين اللي كيتسمى بـ CFC كلورو، فليورو، كربون يعني في هالكلور، الفليور، والكربون كلورو، فليورو، كربون هما إبارة أنواح المجموعة من الغازات اللي كتنتج على الأنشيطة الصينائية ديالإنسان ولي كتساهم في تدمير طبقة الأوزون بحالمثلا الغاز ديال الكلور اللي كيتفاعل مع الأوزون وكينتج عن ذلك الأوكسيد ديال الكلور زائد تنائي الأوكسيجين وبالتالي فهذا الأوزون تم تدميره ونتج عنه الأوكسيجين، وهذه الأوكسيد الكلور وبالتالي فالنسبة ديال الأوزون اللي كينا في هاد المنطقة هذي غتبدأ تنقص وهذا غيؤدي إلى إنخفاض سمك طبقة الأوزون وغيتسبب لنا في هاد الظاهرة هذي اللي كتسمى الثقب الأوزون دوك شنو النتيجة ديال هاد الإنخفاض في سمك طبقة الأوزون اللي خسنا نعرفوه على هاد الطبقة هذي هو أنها هي المسؤولة عن حجب الأشياء فوق البنفسجية دونك الأشياء ليتكلمنا عليها في ظاهرة الاحتباس الحراري اللي كيحجبها كيمينعها الغ знает غ restraint الجوي أنها تولج إلى السطح ديال الأرض الأشياء فوق البنفسجية فهذا الطبقة ديال الأوزون هي المسؤولة على أكس هاد الأشياء فوق البنفسجية وعدم استمح لها أنها توصل إلى السطح ديال الأرض وبالتالي مني كي وريد عندنا وحد نقص في سمك طبقة الأوزون فالأشياء فوق البنفسجية كانت قدر تسرب نحو السطح ديال الأرض وبطبيعة الحال هذه الأشعة فوق البنفسجية فعندها أضرار كثيرة للكائنات الحية الحيوانية والنباتية وكذلك على الصحة هذه الإنسان دون الأشعة فوق البنفسجية فهي كتقدر تأثر على النباتات وبالتالي تمنعهم أنهم يقوموا بظاهر التركيب الضوئي وتأدي إلى موت هذه الكائنات الحية النباتية كتقدر تأثر كذلك على الكائنات الحية الحيوانية بحل الإنسان كذلك كتقدر تأثر عليه لأن هذه الأشعة هذه كتقدر تسبب في حدوث طفارات على مستوى جزئة العداءين كتقدر كذلك تأدي إلى ظهور سرطانات خاصة السرطانات الجلدية دونك يكون عنده حد تأثير كبير على الكائنات الحية الحيوانية والنباتية وكذلك على الصحة الإنسان لذلك فهذه الغازات هذه الناتجة عن الأنشطة الصناعية هذه الإنسان فكيكون عنده حد تأثير سلبي على هذه الطبقة وهذا ولك يسمح بتسرب هذه الأشعة فوق البنفسجية لعندها تأثير سلبية الكثيرة على الكائنات الحية الحيوانية والنباتية وكذلك الصحة الإنسان آخر مظهر من مظاهر التلوث اللي غنتكلمو عليه اللي هو الأمطار الحمضية دونك الأمطار الحمضية دونك كما الإسم ديالها كياني فهي عبارة عن أمطار حمضية يعني أن الـ pH ديالها من خافض بزف نرمال من الأمطار عادة فهي كتكون حمضية الـ pH ديالها كيكون أتور ديال 5.6 قريباً لكن كنتكلمو على الأمطار الحمضية التي يكون عامةipe أعقل من 5.7 قريباً وifall حمضية منين كتدية لنا هذه الأمطار الحمضية هذي ؟ فهي كتدية كذلك judgerا الأنشيطة الصناعية ديال الإنسان الأنشيطة الصناعية ديالإنسان كتكدرة تنتج عليها مجموأة مع الغازات السامة من بين الغازات هذو كان الأكسيدات ديال الأزوت وكان الأكسيدات ديال الـ�وبريت دونك SO SO X يعني SO أحدي أكسيد الكيبريت SO 2 تنعي أكسيد الكيبريت SO 3 أكسيد الكيبريت وهكا دونك كنديروا X يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا غير بطبيعة الحلوى جوجة أو ضرقة واحدة دونك هاد أحدي أكسيدات الكيبريت وأكسيدات الأزوت فهي مني كتنتج على الأنشيطة الصناعية دي الإنسان فهي كتقدر تتفاعل مع بخار الماء مع الماء وتنتج لنا بعض المواد اللي هي حمضية يعني مثلا هادنا تولاتي أكسيد الكيبريت SO 3 كيقدر يتفاعل مع الماء مع H2SO الناتج ديل هاد التفاعل هادا كيكون هو H2SO4 هاد H2SO4 اللي هو حمض الكيبريتيك دونك حمض الكيبريتيك اللي هو عبارة عن مادة حمضية طبيعة الحل اللي كتنزل مع الأنطار وبالتالي كتعطي هاداك الـ pH اللي كيكون من خافض بزاف وكتعطي هاداك التأثيرات السلبية اللي غا تأثر بها على التربع وعلى الكائنات الحية الحيوانية وها النباتية عدنا كذلك الأكسيدات ديال الأزوت الـ NO2 كيقدر حتى هو يتفاعل معه مع الماء مع H2SO وغين تجلينا عن ذلك ثلاثة HNO3 زائد وهادي أكسيد الأزوت بطبيعة الحل هاد HNO3 هو حمض النيتريك اللي تهوى مادة حمضية بطبيعة الحل الكوروزيف يعني مضرة بزاف وكتنزل حتى هي مع الأمطار الحمضية دونك هاد المواد هادو وهاد الغازات هادو فهما كينجوا الأنشيطة ديال الإنسان تفاعل ديالهم مع الماء كينتج لنا أحماض بحل حمض الكبيريتيك وحمض النيتريك اللي كتنزل مع الأمطار وكتعطي هاداك الـ pH اللي منخافض واللي حمضي بزاف لكن هذه الأمطار الحمضية هادو لدينا نباتي الأوراق ديالها فهي كتأثر بززاف بهذا المواد الحمضية هذي وبالتالي ما كتبقاش قادرة على النمو بشكل طبيعي والقيام بظاهرة التركيب الضوئي بشكل طبيعي وكنعفوض دور ديال الأشجار وديال النباتات في أنها كتمتص CO2 وكترحن الأكسيجين يعني كتساهم في توازن طبيعي دونك منك تأثر على الكائنات الحية النباتية فهذا كيدي بطبيعة الحال إلى اختلال في توازن الطبيعي هذي الأمطار الحمضية كذلك ممكن تأثر على الكائنات الحية الحيوانية وتأثر حتى للإنسان تقدر تأثر إلى أمراض جلدية الحساسية دونك بسبب هذي الحمضية وهذي البيعش المخافض ديال هذي الأمطار